علاقات تركيا مع الغرب حلف على وتر خلافات متصاعدة فبعد أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو إلى رحيل المنصق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بريت مكورغ هذا شخص يدعم حزب العمال الكردستاني بشكل واضح ووحدات حماية الشعب الكردية وحذرنا قائدين لا تسمموا الإدارة الجديدة عندما جاء إلى أنقرة مع وزير الخارجية تيلرسل لكن مكورغ قطعا يدعم حزب العمال ووحدات حماية الشعب الكردية سيكون من المفيد لو تم استبداله تصريحات جاوش أغلو تعكس على الأرجح غضب أنقرة من الإدارة الأمريكية بعد قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية لكن مصادر في البنتاجون نفت أن يكون هذا الموضوع هو ما يسمم الأجواء عازية الأمر إلى أسباب داخلية زيارة أردوغان نفسها لم تمر بهدوء إذ تزامنت مع نشوب عراق في الشارع بين محتجين أكراد وأفراد أمن أتراك قرب مقر إقامة السفير التركي في واشنطن نددت به الخارجية الأمريكية فيما دع السيناتور الأمريكي الجمهوري جون مككين إلى طرد السفير التركي من واشنطن على خلفية العراق ألمانيا هي الأخرى لها حصة في الغضب التركي إذ انتقد جاوش أغلو تصريحات نظيره وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل المتعلقة بنقل الجنود الألمان من قاعدة أنجرليك التركية إلى مكان آخر قائلا إن التركيا لن تتوسل إذا أرادوا الرحيل وزير خارجية ألمانيا حث قبل ذلك الولايات المتحدة على المساعدة في حل النزاع مع أنقرة بشأن دخول مسؤولين ألمان قاعدة أنجرليك لقد طلبنا مرة أخرى من الأمريكيين مساندتنا في مفاوضاتنا مع تركيا من غير المعقول أن يخذع عضو في حلف شمال الأطلس لضغوطات بسبب زيارة برلمانيين من ألمانيا لقوات عسكرية ألمانية لكن الخلافات التركية الغربية مهما تشعبت وتعددت تبقى الأزمة السورية على ما يبدو الثابتة الوحيدة كأرضية لها